السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد معانا مشكلة فيه جهاز او او اي جهاز الجهاز اول ما بشغله بيفتح معاك جهاز عادي بعدين بيجيب لي رسالة هنا رسالة اف واحد دي ممكن تيجي او مجيش مش مشكلة المهم ان الجهاز اصلا لما بدخل على نسرة الويندوز الجهاز بيجيب لي الرسالة دي اذا ما نرى اضغط على استارت ويندوز نورمالي اضغط على انتر الجهاز يحمل اللوجو الخاص بالويندوز وبعد كده يعمل رسالة ويجيب لي اللوجو الخاص بالجهاز سواء دل او اتشي بيه وهكذا يقعد يعمل رسالة وما يفتحش الويندوز سبب المشكلة الخاصة بيه عدم فتح الويندوز بيبقى مثلا المعجون الخاص بالبرسوسر محتاج انه يتغير المعجون اللي بيبقى تحت مروحة البرسوسر بالشكل ده بيبقى محتاج ان انت تفك المجموعة دي وبعد كده تغير المعجون او البرسوسر بيبقى فيه مشكلة او فيه مشكلة في اعدادات البيوس او مشكلة فيه الرامات واخر حاجة طبعا بيبقى مشكلة فيه اما الهارد اسك عليه بات سيكتوري اما نسخة الويندوز انا مجهز فلاشة طبعا على نسخة الويندوز وكل ده هنعمله مع بعض في البداية خالص هنبدأ مثلا نعمل تعديل على اعدادات البيوس احتمال تكون هي سبب المشكلة ونشوف برضو هل تتحل مشكلة او لا بنسبة لجهاز ديل الدخول على اعدادات البيوس اضغط على F2 ابدأ نغير الاعدادات الخاصة به اله ونخليها legacy mode ونشوف هل المشكلة تتحل ولا لا اضغط على F2 اختار من هنا درايفر اختار درايفر اضغط على انتر ثم اختار من هنا SATA ثم اغير الاعدادات من AHCI ل Legacy بالشكل ده ده برضو ساعد بحل المشكلة وبعد كده بضغط على Yes تمام بعد كده بقفل قائمة Setup اضغط على Exit ويبدأ ان هو يقول هل تريد حفظ التغييرات اضغط على Yes بعد كده يبدأ يقفل الجهاز ويشتغل ثاني اضغط على Start Windows واضغط على Enter هيبدأ يفتح معايا الويندوز هل هيفتح معايا ولا لا نفس النظام برضو عمل restart وما فتحش معايا بالشكل ده هنبدأ نغير الاعدادات ونخليها AHCI زي ما كانت لان احتمال الويندوز يكون نزلك هننزل على AHCI فطبعا لو المشكلة ده ماتحلتش برجع الاعدادات زي ما كانت تانى عن طريق اضغط على Driver بعد كده بختار من هنا AHCI واضغط على AIS بالشكل ده واضغط على Upline ويقفل قائمة بالشكل ده بعد كده هننزل نسخة ونزل عن طريق توصيل فلاشة عليها نسخة الويندوز وبعد كده نحاول ننزل نسخة ونزل مع بعض بعد كده بختار USB device واضغط على Enter بعد كده ببدأ ان انا هيجيب لي USB نقط اضغط على Enter زي ما احنا شايفين كده ونحاول بقى ننزل نسخة الويندوز ومجرد ما فلاشة الويندوز بتحمل معايا بالشكل ده وقبل ما يدخل على الاعدادات الخاصة بي تثبيت الويندوز بيجيب لي الشاشة دي بالشكل ده ان فيه مشكلة وان هو مش عايز ينزل معايا نسخة ويندوز وبكده اعرف ان كده الهارد مش عاليه باد سيكتور اول ان انا استبعد الهارد لان كده بالشكل ده كده بالشكل دوت المشكلة اصلا فيه الجهاز لان هو اصلا ما انا دخلش على الهارد ولا فرماط الهارد ولا اثناء تثبيت حصل مشكلة فكده انا بستبعد العرض باقدار عندي مشكلة يقم فيه الرامة الخاصة بيه الجهاز يقم فيه البور صب لوين هنبدأ بالرامة نجيب رامة تانية ونشيل الرامة ديت ونركب رامه تانية ونشوف قبل ما ننزل نسخة وندوز نشوف هل الويندوز القديم هيفتح معايا وللا لو فتح معايا تمام ما فتحش معايا حول انزل نسخة وندوز جديدة شايفين كده فصلت الرامة القديمة وركبت الرامة الجديدة في اول بنك رام بالشكل ده اللي واخد اللون الابت جنب البروسوسور عشان ما يجاب ليش بس رسالة اف واحد ان في مشكلة في مكان تركيب البنك تمام بعد كده هبدأ ان انا اشغل الجهاز زي ما احنا شايفين كده بدأ الجهاز اشتغل معاه هبدأ اختار ستارت ويندوز نورمالي واضغط على انتر لو الجهاز فتح معاه نسخة الوندوز من غير اي مشاكل يبقى كده المشكلة فيه الرماد لو ما فتحش معاه يبقى كده مموح احتمال كبير يكون فيه مشكلة فيه الباور سبلاي فابدأ ان انا اركب باور سبلاي تاني واشوف هل مشكلة الحل ولا لا لو فتح معايا معنى كده ان مش معنى ان الجهاز بيصلا بيفتح على الرامة اللي راك باقي الرامة كون سليمة لا ممكن الرامة تكون بتفتح معاك الجهاز عادي لكن ما بتفتحش معاك نسخة الوندوز وكون سبب من اسباب ان الوندوز مايفتحش معاك زي ما احنا شايفين كده فتح معايا برضو فيه حاجة تانية لو حجر الساعة الخاص بالماثر بورد مثلا خلصان افضل انت اتغير لانه بيبقى برضو سبب من اسباب ان الجهاز ما يفتحش معاك نسخة الوندوز التاريخ والوقت لو مش مزبوط الجهاز ما بيفتحش معاك نسخة الوندوز في نهاية الفيديو اتمنى اكون اشتراح اجابكم لا اعجبك الفيديو من انسيش في الصلاة والاشتراك في القناة شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته